اهلا بحضراتكم جميعا. ان شاء الله يبقى النهاردة لقائي معاكم مفيد. والموضوع اللي حضراتكم اخترتوه ان شاء الله يبقى يعني لكل الموجودين بازن الله. اه لكن الحقيقة قبل ما ابدأ اتكلم عن الموضوع بتاع النهاردة اللي هو الحقيقة احب اتكلم على نقطتين مهمين قوي. اه النقطة الاولانية من حوالي اربعة ايام لما اخواتي الصغيرين كلموني ان انا اتكلم اه او اعمل دوة. اه الحقيقة الميند الاولاني ان انا طبعا العالمية اللي احنا كلنا اه فيها النهاردة. اه الكرايسيس اللي كلنا عارفين بيها يعني. اه الحقيقة اه اه يعني جالي في تفكيري ان انا يعني ان انا حاجة زي اللي احنا عليها النهاردة في وجود الة اللي موجود. اه لكن اه الAther side بشكل متفائل. وشكل فيه امل لبكرة. وان احنا بنفكر ان شاء الله هنتغلب على اللي موجود دلوقتي. باذن الله. النقطة التانية الحقيقة طبعا في خلال النص ساعة المتحدد. اه صعب ان انا هتكلم على موضوع محتاج كتب يعني. اه لكن الحقيقة انا هتكلم عليه من وجه نظر واضحة قوي. اللي هي هنبعد شوية عن في الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه. اه وبالتالي الحقيقة هكلمكم اكن عيان داخل عندك العيادة. هتقابله ازاي? وتتعامل معاه ازاي? اه يمكن اه موضوع الكولوسياتومة الحقيقة هو اه موضوع اه اه يعني اه يبدو انه هو اه في اه موضوع الكولوسياتومة الحقيقة هو يبدو انه هو في اه اشو اه موضوع الكولوسياتومة الحقيقة انا اسف طبعا للتكنيكال هتش شوية. اه الموضوع اه مهم قوي. ان احنا في العيادات بتاعتنا بنقول هنعمل ايه مع المريض ده. اه الكولوسياتومة is relatively common and relatively serious. اه وده بيجي اهميتها وانا اعتقد ان اختياركم كان موفق في الموضوع. اه لما بنجي نتكلم على الابجيكتف بتاعي في خلال النص ساعة اللي جاي الحقيقة. اه يعني هو اه ان احنا نتكلم اه عليها من ناحية الكلينيكل. و اه يعني يبقى كلامنا طارجت ان تو دي بوينت. اه طبعا الكلوسياتومة ليها كتير قوي. اه لو قلت لك انها ما تيجي تقولي ده ممكن تيجي في الاير كنال ما هو في سكن في الاير كنال الى اخره يعني. لكن اعتقد ان مهمة جدا. لان هي كل القصة كلها ان او ده مش مش متعرض للهوا عشان كده بيحصلوا ومن هنا بتيجي كل بتبدأ في النقطة دي. اه الكوليستياتومة الحقيقة اه هو لازم نبعارفين ان الحقيقة الكوليستياتومة ازا ميس نومر. بكوز از نوت اه كوليسترول ريليتيد. از نوت كوليسترين ريليتيد. از نوت اوما يعني مش تيومر يعني. وبالتالي الحقيقة هي ميس نومر. لكن الحقيقة في حاجات كتيرة في الطب ميس نومر. والعالم اه كله عارفها ومتفق عليها. وانا اعتقد انها هتستمر. اتول بي اه يعني اه forever. it has been entrenched in literature. and it will remain so in the foreseeable future الحقيقة. اه اه لكن اه هي it's 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 a one type of the chronic otitis media. والحقيقة كان في تقسيمة قديمة اللي هي كانوا بيسموها unsafe chronic ear. الحقيقة اي disagree with it. لانه اه فيه safe. اه الناحية التانية بتقول safe. ان we have seen complications out of the safe. اه chronic ear اللي هي بنسميها احنا الميكوزال طيب. لكن المصطلح الاحدث وال update الحقيقة. now squamous type of chronic otitis media. ده التعريف بتاع كلستيطوم. حتى التيوب وتمبانيك versus اتيكو انترال. we all have seen كلستيطومة. اه مش بس في الاتيكو انترال بنشوفها في التيوب وتمبانيك يعني البارس تنسى كلستيطومة. it's a tube وتمبانيك. وبالتالي التأسيمة بتاع التيوب وتمبانيك versus اتيكو انترال is not accurate. central versus marginal can be really confusing from the clinical perspective. وبالتالي اعتقد ان ال updated classification اللي حضراتكم شايفينه على السكرين ده. ان احنا عندنا chronic otitis media with intact ah tympanic membrane. زي the otitis media with the fusion adhesive. وتخش معهم الكونجينة الكولستيطومة كمان الحقيقة. وفي chronic otitis media with disrupted tympanic membrane. اه وده الحقيقة بتقسم الى mucosal type versus squamous type اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. بنسميها chronic otitis media squamous type. حتى للحقيقة مسألة شوية مش اكورت لان احنا الاسم الاحدث نسميها active versus inactive. يعني لو عندك عيان بـ dry central perforation. it's a chronic otitis media mucosal type inactive. بدل ما تقول يعني. طيب اه ده الموضوع اللي يهموكو جدا. اه الحقيقة اه يعني انا يمكن بتاعتي اكتر الناس اللي هما بياخدوا ماجستير او اخدوا ماجستير بيحضروا لدكتوراه اللي هما الجونيور دكتورز الحياة. وبالتالي اللي احنا بنشوفه في عادتنا التشخيص بيبدأ طبعا بالسيمتومز. المرضى دول بيشتكوا من ايه? بتوع الكل السياتومة. الاير دستشارج طبعا دي من يعني واحدة الحياة. وخصوصا لما يبقى ده كتير قوي بنشوفه خصوصا الحياة في يعني ما تبقى بيبقى هو اللي بيشتكي اكتر. وكمان في الحقيقة. لانه بتبقى الحقيقة. ال note that it's not acceptable to have an offensive ear discharge. وطبعا الهين انجلوس and it is usually conducted. وطبعا الهين انجلوس أنجلس. اه من التشخيص الايادة. لكن لو عندك مكسد ميكسد هناك سينسو نيرول وعدك إلى وجمس��운 سينسو، انجلس يؤمنظر الن態 على العمل اللي بيشتك أ Breaksen. ما بقاش كتير اوه whenever you see a patient with colistatoma that comes at you with vertigo الحقيقة you must think of complications يعني ما ينفعش حقيقة you should not take it lightly لما بيجي لك العيام بالشكل ده البين طبعا في الكوليسياتومة is not one of the salient features الكوليسياتومة لكن ممكن يجيلو كرونيكو تايتس اكستيرنا on top of the chronic ear اللي عنده كرونيكو تايتس ميديا يعني او اه طبعا it may denote uh complication لكن it's not really a common happening. اه يمكن this is the first slide اللي انا عايز اقول لكم رسالة واضحة جدا. وده الحقيقة كنت بتكلم مع بعض منكو قبل المبقى على انه اه في مال في الجزء بتاع تشخيص الكوليسياتومة. there's quite a lot of you الحقيقة بيريكوست اسي تسكن تو دياجنوز كوليسياتومة. وانا هنا عايز اقول لحظاتكم ان الدياجنوزيس او كوليسياتومة is purely is purely clinical. خلاص? يعني اه اه لتفحص العيام بالاوتسكوب. اه بالمايكروسكوب بالاندسكوب. whatever the tool you have. مش هنختلف اه انهي طول بناخدها. لكن التشخيص is purely clinical. وزي ما انتم شافين في السلايد كده انك انت بتشوف اللي هي الويتش ديرتي وايتش اه ديبري او اه سكو ايمز او اللي بنسمي احنا الكوليسياتومة ميتريكس. الحقيقة احكالت اللي موجودة ببعض الكتب عندكم. الحقيقة ما تبقاش عادة او ما تبقاش اكتر بنشوفه في الكوليسياتومة او الميديا كوليسياتومة زي البيتريس البيتريس بون كوليسياتومة الى اخره يعني. انما العادات اللي احنا بنشوفها بتبقى ديرتي وايت. اه وزي ما قلت لحضراتكم اهم حاجة في التشخيص كلينيكل. you must not request a CT scan to diagnose كوليسياتومة. but you requested as a road map as يعني بتاع السيتي هنقولها بعد شوية. لكن اهم حاجة اول اه يعني educational point النهاردة. diagnosis of كوليسياتومة is purely on clinical grounds. مش على الراديولوجيكال investigation. السؤال اللي بعد كده should we request CT scan في كل العينين اللي احنا بنشوفهم. الحقيقة CT scan فور كوليسياتومة patients is mandatory when you suspect the complications في حالات revision cases. وخصوصا لما تبقى انت not the primary surgeon. او انت unsure about the diagnosis. دول الحاجات اللي انت it's it's a must. لكن الحقيقة انت straight forward كوليسياتومة. احنا مش نخش في الديبات لكن I personally do now. I do now. I have actually changed my practice. I used not to do. بس دلوقت الحياة almost every patient comes to me with a كوليسياتومة. I request a CT scan للعينين دول. والحياة ده for valid reasons. انت بتشوف الاناتوميكال variance. السينس اخبرها ايه. ديور اخبرها ايه. in addition to the pathological extent as well. طيب. لما بنقول احنا عايزين CT scan. اللي احنا بنشوفه في الواقع العامل الحياة. ال CT scan اللي احنا بنشوفه ببقى مش CT scan. الحياة ما تقدرش تقرأ منه حاجة خلص. two things you need to do. الحمد لله دلوقتي معظم بتاع الراديولوجي بيبعتولنا cd. والcd مهم قوي. بص على الكمبيوتر عندك بيديك more details عن اللي هما بيبعتوه. لكن حضرتك وكلنا الحقيقة لازم يبقى لنا حد راديولوجيست نتكلم معه. هتقول له انا عايز CT scan cut thickness. آآ not more than one millimeter. عايز اجزيه الكورونال ساجتل. آآ وطبعا مهمة قوي انت تبص عليه بنفسك وتقرأه بنفسك. حتى لو الربورت من الراديولوجي جايلك. كليلي لازم انت تتعلم تقرأ ال CT scan. هو الحياة CT scan في في الكورونيكوتاتيس ميديا او في الكولوسياتومة in particular. عامل زي كده. انت ما مش بتشخصها بال بال CT قوي. انما هو بالنسبة لك في الجراحة. آآ في حاجة الحقيقة استاذنا استاذ دكتور عزيز بلال نشر آآ يعني آآ عن الراديولوجي كالي ستيجنج. آآ كولوسياتومة دي منشورة في ال اي ج او الفين واتناشرة زي ما انتم شايفين. اشو نمبر وان. الحقيقة ده. آآ يعني آآ اي هايلي ريكممند ان حضراتك تقروها كلها. لانها مفيدة جدا. مش مفيدة على انك بتشوف الستيجنج وخلاص. لا ده مفيدة. كمان يو بلان يو سيجري آآ اهد. آآ ودي الحقيقة آآ هو مقسمها آآ والدكتور عزيز والكو اوثرز اللي معاه الى تي ام سي. يعني طبعا يعني زي اه 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 التي ام في الهيدن ناكي يعني. فالتي ام سي ام سي التي ستانز فور تمبانيك. بتشوف الكولوسياتومة اين وان اه اه مور دان وان كوادران والام ستانز فور مستويد هل هي مش موجودة في المستويد خالص ولا في الانترم ولا آآ واكلة المستويد اير سيلز وبعدين السي ستانز فور كومبليكيشن. طبعا كومبليكيشن برضو ليها صب كلاسيفيكيشن انها آآ كومبليكيشن زي ازين آآ 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 فاناعتقد مهمة اوين اخدها كربما تاني في الجراحة لان اممكن جدا بفورهاد you decide انك اتعمل عنده كنال وال اوب لان یو somehow تبقه دنيا one quadrant and you can't take it out you can do بالنسبة لك. بس كله بيعتمد على انه حضراتك تقوم. نيجي بقى القصة الامرايس كان. الامرايس كان في الكوليستياتومة. الحقيقة يعني انما بعد الحقيقة بتاع الموقف مختلف جدا جدا جدا. لكن لو انت في مستشفى ومفاهاش الصوفتوير وعندك عيان كوليستياتومة وشاكك ان في طبعا يعني. اه ممكن استخدمه عادي جدا مفيش مشكلة. لكن الحقيقة الايديلي لو عندك مهم قوي استخدامه في حالات الكوليستياتوم. لكن في مشكلة بتاعه في مشكلة. ولو انت عندك حد الحقيقة ما بيعرفش يقرأ كويس دي مشكلة تانية. عشان يقول لك الدنيا ماشية ازاي. طبعا امتى بنستخدم طبعا في مهم قوي. احنا الحقيقة انه العينين بتوع كوليستياتومة لما بتعمل لهم كنال والاب. انك انت بتقول له بعد تسعة شهور لسنة. هنعمل تاني ونشوف ازا كان في موجود. وهنعمل بعد كده يعني. دلوقتي في مناطق كتيرة قوي في العالم. ويمكن الحقيقة الفضل في الموضوع ده. ده من بلجيام. هو الحقيقة اكتر واحد اه دخل الرول بتاع في في الكوليستياتومة الحقيقة. وفي اماكن كتيرة جدا في اوروبا. ما بيعملوش بيعملو الحقيقة وشوفو ازا كان في افدنس اولا لا. في اقولهم واحد ان ان كروسيتومة اقل من ثلاثة ميلي. ودي مشكلة. المشكلة التانية انه زي ما قلت لحضراتكم هو يعني العينين دول في اوروبا. يعني الحد اربع خمس سنين الحقيقة بالدفوجن. ربما يكون. لكن اعتقد سوفار احنا طبعا في حالات احيانا كتيرة جدا اه متش عارف اللي جوه ده وخصوصا يا جماعة احنا عندنا مشكلة في فما ينفعش نقول كل واحد عامل عملية كانال والداون اه الشهر العدة جاي النهاردة العيادة اقول له اصلي فيه الكلام ده مش مزبوط في معظم الاحوال. وهقول لحضراتكم في السلايز اللي ايه الديفرينشال دياغنوز. اه طبعا كل العينين محتاجين اوديومتري بفور هاندي ده مهم جدا حتى كلينيكل وميدك وليجل وكل حاجة. اه لما نيجي نتكلم على الجول بتاع الجراحة. احنا عندنا الحقيقة الجراحة بيبقى هدفها. to eliminate the pathology and render the ear safe. يعني رقم واحد واثنين وتلاتة. safe ear. يعني ده الهدف الاول. يعني فيه كثير من الاحيان واحنا بنشتغل. انا هكمل ولا هعمل على الحتة دي. لا انت انك انت داخل. وبعدين ييجي بعد كده انك تحسن السمع. اه الى اخر هزا الكلام. بس الحقيقة انتهز الفرصة دي الى انه في انا شفتها كتير قوي. اه بيبقى الحقيقة اه واسع جدا لدرجة انه وخصوصا لما تبقى الحقيقة. بتبقى عشان ما يبقاش الاشو بتاع الكوزميسيس واللي احنا بيتكلم فيه. فطبعا ده الجول بتاع الجراحة بتاعتنا اي حاجة تانية اه بنعملها ازاي بقى انا عارف ان دي نقطة اه امانج عشان ما يبقى الحقيقة. انا الحقيقة انتهز هزا ال platform. انا اقول لحضرتكو انا اي dislike this war between endoscope and microscope. they are friends and whoever does do with the microscope or endoscope they are friends. فقصت microscope and scope they help each other. they are tools. we all have to use them at the time of need. I think ان البوني بارت بتاع الماستويد. it requires a microscope. you can do middle ear part of the endoscope. there is no issue with this. لكن المسألة use the tool that suits the situation. لما بنعمل الجراحات الحقيقة بتاعت الكوليستياتومي السيرجري بنقسمها الى طبعا. canal wall up and canal wall down. الحقيقة ده تقسيمة بتحصل اثناء العملية. ما ينفعش حضرتك تبقى داخل العملية. and have a dogmatic approach. ان انا هعمل canal wall down. انا هعمل canal wall up. that is not the case. unless it's evident. يعني لو انت عندك CT scan مبين ان الطبيعي انك هتعمل canal wall down. ما فيش كلام يعني. لكن انا بتكلم على straightforward simple case اللي احنا بتعامل معه. ما ينفعش انك انت beforehand انك تقول هعمل canal wall up او down. لازم تبقى اثناء العملية. the pathology would dictate on you اللي انت هتعمله. خلاص? لكن في حاجات common جدا بنعملها canal wall down. زي في حالات sclerotic mastoid. انت مش يبقى عندك cavity كبير. for why not تعملها down. الحاجة التانية. اه لو انت مسلا عندك the only hearing ear. conventional teaching. انت تعمل canal wall down. خلاص? اه. لو انت عندك يعني مريض وانت في القاهرة مسلا وجاي من حلايب وشلاتيم ولا سيوة ومارسة مطروح مسلا. and and you know these patients are gonna come back to you. ساعتها تعملها canal wall down. because it's safe. unless you know someone في حلايب وشلاتيم هيتابع معاك وانت ابتصق فيه الاخر. دي قصة تانية. لكن انا اه يعني دايما we have to consider the patients. اه يعني patient centered approach مهم جدا في تعاملنا مع اه كل الامراض. ال canal wall up طبعا لو limited disease. اه في حالات الاطفال we all strive الحقيقية. to make uh canal wall up في الاطفال. لكن sometimes the disease is aggressive. where you have to do it canal wall down sometimes. اه. ال hybrid technique is on the rise دلوقتي. بعد ما بتعمل تشيل الفستير ميت الول. you can actually reconstruct it. and there are so many ways to reconstruct it في الليتريتشور طبعا. مش هنتكلم عنها دلوقتي. اه. the only hearing ear. الحقيقية دي بنسميها precious ear. the conventional teaching is to do it canal wall down. please. you don't want to do uh operation once or twice uh twice or thrice. on these patients. لني في النهاية. you may end up having a dead ear في العيان ده. although طبعا دلوقتي وجود الكوكلار implant خلى الدنيا دي يعني اسهل شوية من زمان. لكن طبعا يعني you know our patients. they don't have the facilities to have the cochlear implant. آآ that easy يعني. فلازم طبعا to take it with a bit of caution. ال pediatric colosteatoma حضراتكو it's a very aggressive disease. it's biologically different. خالص من ال adult colosteatoma. وعشان كده التعامل معه لازم يبقى آآ تعامل بحرص جدا. هو الحقيقة تريمايز مي في ال biological الاكتيفتي بتاعته. آآ لو حضراتكو قريتو عنه هتلاقي كتير جدا من السايتوكاينز بيطلع. آآ الانترولوكينز. similar طبعا للاشئو اللي احنا موجود فيه دلوقتي. الخطورة الكرونا فيروس. والسايتوكاين ستورم. والقصص دي كلها. فيعني البيدياتريك colosteatoma is a very aggressive disease. you need to deal with it very gingerly. آآ لو عين جالك colosteatoma وعنده brain abscess. آآ it's always the conventional teaching is to deal with the mastoid first and then you deal with the abscess. آآ الالالسلائي دي مهم ما جدا. please patients with discharging cavity when they come to you it does not mean a recurrence. آآ انما اسبابه ايه ده اللي احنا اقول لحضراتكو عليه دلوقتي. you may have a high fissure ridge you may have a high bridge inadequate concomitoplasty. if you have a perforated new tympanic membrane أو في حالات incomplete epithelization العيان discharge هي بقى موجود الريسدفزم whether it's residual or recurrence ده موضوع ما تحطوش انت رقم واحد في الدفرينش الدياغنوز بتاعك so you need to deal with these patients oral toilet regular cleaning كويس قوي and if they have granulation tissue you may use some sort of silver nitrate stick وحاجة بحي ستعمل and keep them under close supervision when you run out of thoughts ومش عارف تتعامل ساعتها بتفكر في ان احنا بقى نفكر it may be there is a كوليستياتوما هيدن ولا حاجة في الوقت ده ممكن تعمل لو انت مش شايف كوليستياتوما قدامك ممكن تعمل طبعا بس لما تيجي تعمل بس لما تيجي تعمل بس لما تيجي تعمل لأنه في الكوليستياتوما بيبقى في حاجة اسمها الواكس بيدي نفس الحكاية فلازم تنظف الواكس كويس قوي عشان بعد كده ما يداش بديش طبعا يعني لو غلب حمارك انا اسف في التعبير طبعا اللي هو يعني عادي يعني يعني you need to close this ear ال blind sac closure لو العيان ده persistently discharging وعملت كل الحيال you may do blind sac closure to these patients don't forget the role of bone conduction hearing implant nowadays الحقيقة sometimes you have a huge cavity where you may do blind sac closure في alternative انك تعمل البون conduction hearing implant او لو طبعا الكون كوميتو بلس تواسع قوي ومش قادر تحط hearing aid you may resort to bone conduction hearing implant الحقيقة يعني the take home message من المحاضرة كلها ان colistiotoma is a clinical diagnosis please strive to do it CT scan is a road map during surgery is not to diagnose colistiotoma please think of the TMC staging system and do not be dogmatic in your approach ماتقولش انا خش عملك او الاب دون قبل الحملي ايلا اذا كانت زي ما ناقلت واطح وفي حاجات بين الاسكان بي considerate to the socio-economic situations of the patients الحقيقة دي مهم مجدن for the doctors in general holistic approach مش انا هعمل حتة بتاعتي وما اجدعو بالليفر بالكدني هو سكن فين عايش فين ديم اتهم من ايش that's totally wrong be extra cautious when you deal with the pediatric patients الهم مقاوي الكل السيطوم عندهم biologically different aggressive and you need to really have close follow-up to these patients not every discharging cavity very important خلاص يمكن الاخر نقطة في التك home message consider replacing the second look with diffusion weighted MRI scan take it with caution because we it's very specific but not as sensitive test حق التانية انو الانترpretation بيختلف جدا it requires a very experienced radiologist to deal with it يمكن this is the end of my presentation and now the floor is open for questions and i'm gonna take your questions if you have them thank you so much you have the questions have to have to have 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 to have a question from the doctor تستخدم التوربو ولا البوربو ولا في حاجة زي الكارتليج ولا الحقيقة سؤال حلو قوي يا دكتور احمد هو الاجابة السيمبل يعني يعني انت بعد الجراحة بتبقى الصورة قدامك واضحة جدا انت القسك اللي شلتها ولا مشلتهاش اللي باقي انت يعني يعني فيها كل التبديل والتوفيق يا دكتور احمد فانا الحقيقة ما كنتش بعمل في اول مرحلة خالص لكن في الفترة الاخيرة بس انا شور ان انا اموذ من المدل مدل يعني انما برضو حتة انك تستخدم ايه؟ تورب بورب ده بيعتمد على الموجودة زي ما انت عارف يعني بتستخدم هنا بورب يعني لكن القصة ان انا استخدم ايه ولا استخدم الى اخر هذا الكلام بيعتمد على حاجات كتيرة جدا ويعتمد برضو على بتاع البيشنس كمان يعني يا احمد الحقيقة انا اي 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 تند ايوز ناترال يناد تاع العيان زال البون اواكس البون والدست التاع العيان اوز هذي ناترال تيعيقه عن طرح العيان the same session reconstruct with natural materials dr. Gamal soccer base al and blind sack blind sack means subtotal petriosectomy yes yes it does yeah dr. Gamal it means that it means that you remove the whole skin of the ear canal and you remove the tympanic membrane and you move the disease tab and if you have a huge cavity you may need to fill it up with the abdominal fat وبعدين you close the ear canal blind sack closure there here and this is purse string suture but at the appendix and similar to this and so I mean dr. Mustafa Dawood what's your preferred technique of obliteration that's a good question and do you support it in practice I have really seen good cases done with obliteration with cartilage slices in the UK if you have a significantly large cavity where into you almost certain and I can't removed every single bit of epithelium and hi it is wise to obliterate the cavity and technique by obliterating the cavity if you had katira get the monk to start the muxan I got natural 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 شوية. ودي كويسة جدا لان هي طبعا انت عارف من الحاجات اللي هي يعني اه ما بيحصلش لها الى اخر هذا الكلام. لكن الحقيقة في ده مهمة قوي. اعتقد ده بقى سواء مسل او كارترج الى اخر هذا الكلام او بون يعني. في دكتور اشرف يقوت. صديقي العزيز الحقيقة. انت ما بتخشش يا دكتور اشرف زي ما انت عارف يعني. انت you go in and you deal with the pathology and you take it as it comes. يعني اي الحقيقة يعني ممكن في الفترة البسيطة العدد I've dealt with few cases. وكانوا معمولين الحقيقة في اماكن محترمة جدا. وكان معمول كنال والأب. والpatient جت التفلا جت almost يعني complication. ف I had to do كنال والدون. and I had to leave a cavity. I did partial obliteration الكافتية دكتور اشرف يعني. and things went الحمد الله as planned. لكن you cannot have the best approach in pediatric because it all depends on the extent of the pathology. وإلى آخر هزا الكلام. في الدكتور محمد علام. inside what is inside out canal wall town. and it's indication. هو هو سيمبلي يا دكتور محمد. ال inside out versus. هو دي اللي هو الايه بقى يعني زي ما عرفش هو ال anti grade و retro grade. هو ال inside out هو retro grade. يعني ايه بقى? يعني حضرتك بال pathology موجود في middle ear وداخل على المستويل. في start where the pathology starts. فهتبدأ من ناحية. and you drill the posterior metal wall from in out. ده معنى ال in out. او retro grade technique. انما ال anti grade اللي هو بيبدأ بال cortical mastodectomy and then proceed further. الحقيقة يعني ال in out وال anti grade. دي هو رفس الحكاية. as long as you remove the colstitoma totally. خلاص. يعني ملوش حاجة اسمها indication in out. انما ربما يكون لو انت عندك small cavity. sclerotic mastoid. I personally prefer to start from in out. عشان كمان يعني تبقى الدنيا على قد ال pathology وانت تبقى شايف كل حاجة. اه انما it doesn't matter whether you go in out او anti grade يعني. السؤال اللي بعد كده? دكتور احمد محمد انور. how to and when to do blind sac? how to دي نبقى مع بعض في العمليات ونشوف. when to do blind sac? within the context of colstitoma زي ما قلت الحضرية. اه يعني ال colstitoma يعني ال indication. low cavity. persistently discharging. والعيان significantly bothered with the symptoms. you may resort to doing this. اه دي حاجة انما في حالات الميديا اللي place the colstitoma al peters bone colstitoma. دي الحقيقة. in all of the cases I do uh blind sac closure because what you need to do الحقيقة انك انت 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 you gonna leave a huge cavity في الحالة دي انت بتبقى شايف القز من اللابرينث واصل sometimes توصل al peters apex. في ام تبقى. you're gonna leave a huge cavity behind. in this situation you have no option but to do a blind sac closure يا دكتور احمد. اه إما التكنيك زي ما قلت لك يبقى موضوع طويل او. الدكتور اسماعيل علي CT scan with or without contrast. again this is a good question. لما تبقى المينستريم او الكلاسيك situation بتاع كلوسيتومة. you're not suspecting any complication. او البلين CT العادي من غير contrast. انما if you suspect complications you may do with contrast. بس الحقيقة if I suspect complication I do. خصوصا interclinial complication. لكن الكلاسيك CT without a contrast. ده بالنسبة الدكتور اسماعيل علي. الدكتور محمد حميدو. in case of exploration after canal wall up. if you find recurrence do you proceed to canal wall down? لا الحقيقة. sometimes you go you go in and you find a colosteotoma pearl يا دكتور احمد. يعني دكتور محمد. فل you may just remove the pearl and reconstruct the ossicles and that's it. فل you don't have to proceed to canal wall down. unless انت دخلت ان الكوليسيتومة extensive. والباثولوجي destroyed things. particularly لو البشن situation كما مش هتساعدك انه كله شوية يجيلك. you may then resort to canal wall down surgery. السؤال اللي بعد كده للدكتور سيد غازي. what do you prefer? reconstruction in the same setting or planned or planned after? الحان اجوبت على السؤال ده دكتور سيد. there is no right or wrong answer to this but of late i reconstruct in the same session. as long as i am certain that i have removed the whole pathology. الدكتور رغدان الحمداني. any role of conservative treatment for attic lesion with no symptom? wow this is a 64 000 dollar question. يعني. والحيا المشكلة كلها انو. if the patient is asymptomatic coming to you with attic pathology. what i would do? i would say to these patients there is an attic pathology هنا. where i never know whether it's gonna progress. ولا لا العياندة. if you make sure ان العياندة هيقي لك كله شوية يا دكتور رغدان. وهيتابع معك. you may actually do that. particularly لو هو مسلاً elderly patient. will general situation our general condition of the patient may not allow you to do surgery على العياندة. then in this situation i would recommend the close follow-up. تمام? لكن what you may see in this situation i would do a CT scan يا دكتور رغدان. ليه بقى? it may be extensive من قوة. وانت شايفها من بره بس حتة صغيرة كد. it all depends على in the situation but i cannot reassure them 100% unless i have a CT scan telling me the extent of the pathology inside. doctor mohammed salah maddie can a cerebellar abscess be drained through the presigmoid retro lab drilling in the same stage with cleaning the middle ear. well that's a good question. so if you have colosteotoma that has extended to the cerebellum would you do it? i'll tell you what i do dr mohammed. it depends on how the colosteotoma had reached the cerebellum. هل هو direct continuity? ولا هل هي through the blood vessels? يعني بمعنى انك انت لو فتحت الماستويت. ولقيت الكوليستيتومة عندك قدامك وشلتها. ولسه في بوني باوندريز موجودة. يعني انت البوستيرور فصة ديورة عليها بو. وانت شلت كل الكوليستيتومة. ده في الغالب through البلود فيسلز يعني. وبالتالي الاثنين تقريبا سيبرت من بعض. in this situation i don't recommend dealing with it in the same session. but if the pathology from the mastoid has directly extended to the cerebellum. well what i would do i actually deal with it in the same session. يعني فما فيش مشكلة دي. فat all depends على الرoute of extension. has it directly extended in this situation? i would deal with it there and then in the same session. إنما لو هي through the blood vessel. ألاقي بوني باوندريز بتاع المستويد intact. i would probably deal with the mastoid part and leave the cerebellar part to later on. دكتورة منار الشوئي. هاي فيشيل. آآ ريج باي اتسلف. مايبي مايكوز ريزيديو الكوليستيتومة زيت رايت. آآ آآ هاي فيشيل ريج. آآ طبعا هو انت في الجراحة. آآ الحقيقة بنحاول نوط الفيشيل ريج از ماتش از بوسيبل. آآ عشان طبعا تو ميك شور ان احنا شلنا كل الكوليستيتومة. وفي نفس الوقت توفاسيليتيت. آآ جوب بتاع زميلك. او انت كمان. عشان تنظفي الكافيت ده بعدين. آآ انما آآ الهاي فيشيل ريج لو انت سيبتيه الحقيقة. اتماي لي تو اديس شارجين كافيت. ويبقى من غير ريكارنس ولا حاجة. بس دي بتاع الحتة اللي ورا الهاي فيشيل ريج مش كويس. وبالتالي بتكون ديس شارج. فيها دي الفكرة اللي بقول لحضراتكو عليها. ان مش كل ديس شارجين كافتي means uh recidivism. إلى ميك شاتحدة. تنظف الالهاي في الحلات دي لما بتعملي رفزيان سرشعي بتواط الفيشل ريج. وفي الحلات دي لما بتعملي رفزيان سيرج هي بتواطي الفيشل ريج. cannot roll down is preferred. uh you're asking if in case of recurrence is preferred. uh again برضو. it depends على extent of the pathology. وagain الرسالة محب بقولها I don't like to have any dogmatic approach خالص في الموضوع. يعني don't be predetermined انت هتعمليه لما تخش الحياة. لان you may go for يعني فيه recurrence و وكولستياتومة زي ما انا قلت قبل كده. وبتشيلها وخلص الموضوع. فدكتور فؤاد يعني اعتقد انه امتى ممكن نطلب الامراي احنا قلناها بعد كام من الجراحة. طبعا لما تيجي تعمل يا دكتور فؤاد يعني عن تسع شهور مسلا ولا حاجة. دكتور محمد صبحي بيسأل شكرا جزيلا. شكرا. معلش احنا انا بعتذر طبعا على اللي حصلت دي. فلكن الحقيقة جابت الاسئلة الباقي الاسئلة في اسئلة كتير قوي. دكتور محمد صبحي. there is no better to conserve الحقيقة. you have to conserve them sometimes. زي زامر اقول ان الpatient unfit for surgery. مثلا for example. لكن المشكلة في الكوليستياتوم الحقيقة انها unpredictable. you cannot say to the patient you will remain for 10 years without a complication. ولا حتى two months. يعني there is no guarantee ان انا اقول العيان you can wait for another year ولا حاجة. الكلام ده الحقيقة is not scientific. the sooner the better من ناحية الجراح. the treatment of colistoma is purely surgical الحقيقة. is not medical treatment خالص. ودي من الحاجات اللي احنا I think we malpractice it in Egypt sometimes. وندي العيان نقط. وبعدين احنا احنا شوفنا عيانين 21 سنة من غير complication. ده حقيقة. you can see that. لكن you cannot guarantee ده اه يحصل او ما يحصلش. دكتور هشام كوركر بيسأل على الاجليميتيشن للجراح. ما فيش. ما فيش اجليميتيشن. طالما العيان فت فور سيرجري. اه الدكتور تامر عبيد بيسأل اه regarding how to deal with colistoma lateral canal erosion. and excellent question. لانده الحقيقة ال lateral canal اه اروشن. او يعني اه انت ممكن تفتح تلاقي اه ان الكلستياتومة واكلة ال lateral canal. مش كلها جزء منها طبعا يعني. اه في الحالة دي بيبقى الكلستياتومة. وانا لو شلتها. I may end up opening up the lateral canal. والعيان ده. اه يعني. وهو قبل العملية كان فده الاشيو. فهذا question should I remove it? او should I leave it? ده سؤال الدكتور تامر. طيب. الاجابة عليه الحقيقة what I actually do يا تامر بامانة يعني. انا what I actually do it depends على بتاع الدفكت في اللاترال الكنال. if the defect is a small and I perceive it as a small وانا بشتغل. اه I actually would remove remove the coliseotoma. very cautiously. انما لو الدفكت كبير يا تامر. حقيقة في الحالات دي انا طبعا. I have to really consider this. for what I do I actually leave it. يعني لو دفكت كبير. اه I would leave it. انما لو صغير. بتتكلم في قد ايه? احنا بنتكلم في مسلا او 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 اقل. اكتر من كده. اه انما دايما على الدقيه من الاترال كنال السؤال اللي بعد كده الدكتور اه دكتور اشرف يقول الحقيقة ده سؤال مهم جدا. يعني اه الدكتور اشرف يقول انا انا متأكد انه هو بيتكلم على ال station tube و بلاستي طبعا يعني. لانه سؤاله كده. اه يعني if you talk about future yes I think we have to be optimistic about this tube و بلاستي. انما for the time being يا دكتور اشرف is still. اه يعني there are no اه يعني من اضعش والحاجة practical اولا قدر نعملها to uh to prevent it طبعا يعني. اه دكتور نقلا is injury lateral canal what should you do? best management. لسه ايه لها الدكتور تامر حالا دلوقتي? اه. do you need to exclude this in case of persistent discharging ear before continuing on follow up considering other cause? I think one has to think about this يا دكتور امنار دي سؤال حلو قوي. اه اه اصطو هو لو انت عندك open cavity يا منار. وشايفة فيه حتة skin موجودة ولا حاجة. اه وventilated دي هتنشف definitely هتنشف. by uh good oral toilet وcleaning. الدنيا بتنشف. لكن هي المشكلة كلها. when it persistently discharge despite all your efforts to stop it. او آآ to to clean it يعني. آآ residual دكتور اشرف يقول بيقول residual is a surgical case. هو دكتور اشرف آآ نظريا residual يعني بلاش نظريا آآ linguistically residual يعني انت سبت حتة من الكوليسيتومك اجراها. ده linguistic. لكن practical بقى انا بعد الجراحة هل اعرف ده residual ولا recurrence. آآ صعب جدا practically. وحلى فكرة ما بتفرقش في المانجمنت يعني. whether it was residual ولا recurrence ما بتفرقش او في المانجمنت. بيبقى نفس المانجمنت واحد. عشان كده بنستخدم الترم recidivism. وده الحقيقة آآ means both يعني. آآ دكتور احمد آآ دكتور مصطفى داود. do you think that bone conduction hearing implant will be approved soon in Egypt. especially for insured patients on a more wide practice. آآ يعني مش في الكوليسيتومة قوي انا يعني لو هاطالب بيها هاطالب بيها في البايلاترال مايكروش يا دكتور مصطفى يعني. انما في الكوليسيتومة يوجد العام بمعندو ناحية تانية كويسة. فآآ محمد دكتور آآ صديق العزيز دكتور محمد التوفيق الطباخ. آآ. الحقيقة ده سؤال في غاية الاهمية. آآ لو حضراتكو آآ في اكتر من آآ طالعة من اليابان الحقيقة. آآ او بيتكلموا عن آآ المايتومايسين يا دكتور محمد وبتكلموا على آآ على آآ في آآ اللي هو آآ بيستخدمه في الادنو كارسنومة آآ اللي هو آآ انتي آآ ميتوتك دراج. وبيستخدموه اليابانيين الحقيقة آآ وذيرار سام هوبس ان ده آآ يعني بي آآ جيت ريد آآ فذيكولستياتومة. لكن آآ مفيش حاجات نتائج تخلينا دكتور محمد نقول انو نوي كان براكتس ان ايجيب ناو. لكن ديرار اكشولي ريسيرش واتجربت على العيانين في اليابان آآ الفايف فلورو يوراسيل ده بزاتة دكتور محمد. وان دي كليم انهما آآ جيت ريد اوف كولستياتومة وخصوصا اللي هي آآ كولستياتومة في الحقيقة. آآ دكتور احمد الشازلي يعني آآ انما آآ بعد كولستياتومة سيرجري آآ المفروض ان لو فيه غالبا بعد السبب التخدير يعني. انما بسبب الجراحة مش كتير. طبعا في الجراحة آآ يعني وانت بتشتغل كتير ولا حاجة. آآ طبعا مش عايز اقول على حاجات بقى يعني حد دخل في الكنال حد لا معتقدش انك انت بتعمل كده يا دكتور احمد. انا بتكلم طبعا يعني. انما بعد الكولستياتومة سيرجري. دكتور آآ اشرف عامر كولستياتومة سيرجري. آآ يعني لو لو كولستياتومة يعني لو هي فيها فتبقى طبعا يعني. آآ يعني لازم نشيل الكولستياتومة طبعا. دكتور مصطفى محمد ده الكلام اللي قلناها دكتور محمد بيه في في المحاضرة. انه هو آآ اسباب كتير قوي. آآ 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 كل الحاجات دي كلها. طبعا ممكن طبعا يبقى ده سبب من الاسباب. آآ مع كولستياتومة. طبعا في حالات كولستياتومة ما ينفعش تشيل كولستومة تعمل في نفس التوقيت. انما لو هتعمل كولستياتومة حضرتك لازم تعمل آآ او يعني. آآ تعملها وبعد ما بتعملها آآ بشوية بتعمل الحقيقة قبل ما اعمل آآ اتأكد ان ما فيش او ما فيش يعني وبعد هن بعد كده بروسيد مع الكوكلر آآ آآ دكتور محمد عشان بنتي شروب بتساعدني بيقول لها دكتور شروب طيب يا محمد شكر. آآ دكتور واقل آآ بيقول لها دكتور محمد عبد العظيم. انما كولستياتومة نحية الفيشل I think I would strive to uh remove it. يعني. As much as I can. آآ وطبعا بيعتمد على حالة الفيشل قبل الجراحة كانت اخبرها ايه. آآ دكتور احمد نجم. بست option for detection recurrence or remnant. thanks for this information. طبعا. آآ الدكتور آآ شهالي. محمد الشهالي. ريتراكشن بوكت limited to the middle ear. you prefer to do cortical or just remove it. واو ريتراكشن بوكت يا دكتور آآ شهالي آآ مش آآ مش آآ يعني يعني ما عملوش cortical. ما عملو حاجة خالص. لو عندك ريتراكشن بوكت. you can see the fundus of the pocket. وما فيش discharge. وما فيش حاجة خالص. why would you do any cortical ولا اقراحة خالص يعني. آآ فآآ you don't treat cortical you don't treat uh uh retraction بوكت. for the sake of retraction بوكت. but you need to have symptoms. يعني لو فيه ear discharge. يبقى غالبا دخل على كل السيتوم وما شبقى بوكت عادي يعني. ولو فيه hearing loss قصة تانية. لو فيه conductive hearing loss. you may deal with the pocket and deal with the conductive hearing loss at the same time. طبعا uh can you repeat causes of discharge after surgery? هي قدي انا هشير الفيديو على الجروب. تبقى حضرتك ترجع له بعد كده. آآ is chronical test media with colosteatoma contral indication to cochlear implant. لأ طبعا. آآ لأ لو انت تعملت معها يا دكتور محمود مجاهد. دكتور محمود مجاهد بيسأل. آآ مش contral you deal with the colosteatoma first you do subtotal prostatectomy and then you do a cochlear implant بعد كده. آآ وبعدين دكتور محمود بيقول لي if not contraindicated does the cavity make balance an implant? لا. it is. it is. you need to close the cavity عاما دكتور محمود. ما ينفعش تعمل cochlear implant in the presence of an open cavity. زي ما انا قلت you need to do subtotal بترزيكتوم بتتعامل معها. دكتورة هيب المناخ اللي بتسأل how about the marriage of mastoid abscess for colosteatoma patient as a first presentation. الحياة في الابسس في الكوليسيتومة you may deal with it in two ways. either to open and drain the abscess acute stage. وبعد كده deal with the colosteatoma once the infection subsides with دنيا تبهديا deal with it like a cold case. انما تو proceed وتعمل الابسس ويت تجد رد of colosteatoma you may do this. بس البلدين جهي باكتيري الاخرو and the incidence of complication is a bit higher الحياة دكتورة هيب. فآ you can do it either way but I prefer to drain the abscess and deal with the colosteatoma uh when the uh inflammation subsides. دكتور أحمد يونس بيتكلم على colosteatoma with facial palsy. decompression uh also after removal of uh colosteatoma with facial palsy. الحقيقة آآ يعني لو الفيشل palsy caused by the colosteatoma يبقى حضرتك هتتدخل وبسرعة جدا. and you decompress the uh the facial uh after you get rid of colosteatoma طبعا. آآ السؤال بعد كده آآ الدكتور آآ الدكتور آآ أستاذي العزيز. أستاذ دكتور عادل عز. بيسأل عن can you put classification all types of colosteatoma. دكتور عادل طبعا. انا 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 اتكلمت الحقيقة بيور لكلينيكا. لكن زي ما حضرتك يعني آآ علمتنا. هو الحقيقة بتقسم الى آآ برايماري. آآ يعني طبعا ممكن نقول والكونجينيتال معروفة. والاكوارد فيه اللي هي بتبقى غريبة نتيجة وفي حضرتك اللي هي بيبقى فيه آآ يعني وفي حاجات اللي هي الحقيقة بعد يعني. آآ فدي دي تقسيمة العمقات انا كده بتكلم على يا دكتور عادل. لكن الميديا اللي هي دي الحقيقة لها تقسيمات كتيرة قوي آآ باكتر من حد واحنا ما تكلمناش فيها النهاردة لكن آآ طبعا حضرتك آآ يعني ممكن ماريو سنة اكتر واحد يتكلم في والتقسيمات بتاعتها يعني. آآ آآ السؤال اللي بعد كده الدكتور محمد آآ بيقول هو البس راجع تاني وراجع يا محمد وتقريبا احنا جاوبنا كل الاسئلة. آآ فيه دكتور آآ دكتور آآ دكتورة منار بس آآ الحقيقة يعني التفرقة بينهم ما بتفرقش كتير. يعني هقولك انا مثال ازاي? آآ انت عملت الجراحة وكنت بعد الجراحة متأكدة ان كنت شلت الكوليستيتومة كويس? وبعدين العيام بعد ست شهور رجع وبصيت اليد فيه كوليستيتومة. دازت ميك اني ديفرنز يا منار. والدي رجعت بعد ما شلتي? انت كده كده هتتدخلي تاني. يعني كده كده هتتدخلي الجراحيا تاني. فعشان كده يعني اكتر واخد بالك. فيعني هي دي الفكرة كلها. وانا اعتقد ده يعني آآ مفيش اسئلة تانية كده يا دكتور رانتيسي. وانا بشكركم جدا على حسن استماعكم. واتمنى تكون الحقيقة مفيدة. وربنا يوفقكم دايما بالتوفيق مع زميل اللي هتكلمه بكرة وفي خلال الاسبوع ده وان شاء الله مع السلامة.